بسم الله الرحمن الرحيم مادة أساليب التحليل الكمي في التكاليف الفصل الثاني هو بأنوان أساليب التحليل الكمي واستخداماتها في اتخاذ القرارات الإدارية في البداية طبعا نعرف في عملية اتخاذ القرار لفظ عملية اتخاذ القرار هو أن هناك سلسلة أو خطوات متتابعة أو عناصر والتي يمكن أن تؤدي إلى نتيجة معينة أو تحقيق هدف معين وعملية اتخاذ القرار هي عبارة عن سلسلة من خطوات بيجب اتباعها بما يسهل اتخاذ قرار معين وعلى الرغم من وجود مداخل مختلفة لاتخاذ القرارات فإن النمط العام عندي بيشتمل على ثلاث خطوات أول البداية أو أول نقطة عندي في الشكل الموجود قدامنا هو تحديد المشكلة لازم أتعرف الأول على المشكلة وابتدي تاني خطوة لنا أحدد البدائل المتاحة وابتدي لنا قيم البدائل لتحديد البديل الأفضل وإن أنا أتخذ من خلاله وفي الشكل اللي موجود قدامنا ده بيوضح طبعا حالات اتخاذ القرار ما بين حالة تأكد وحالة عدم تأكد وحالة مخطر فعلى سبيل المثال هنوضح في الشكل في المثال القادم حالة بالنسبة لحالة التأكد انه بيبقى متخد القرار دايما بيبقى في حالة تأكد لانه بيبقى عنده معرفة تامة بظروف المستقبل وعنده احتمال حدوث حدث معين يعني بيبقى متأكد من انه هيحصل زي ما موجود في مسال قدامنا لو كان لدينا ثلاث سلع عندي قدامي ثلاث بداية الموجودة عند البديل اي او بي او سي بديل اي بيحقق ربح الف بيحقق بديل ربح خمسمية بيحقق ربح متين وخمسين بيبقى متخد القرار في الحالة دي اذا كان عنده حالة تأكد بالنسبة للتلات بداية للمتاحة امامه فهو مش هيختار للبديل اي ودي حالة من حالات التأكد طيب لكن الحالة الاعم والاشمل اللي بيتميز بها السوق في عالم الاعمال اللي احنا شغالين فيه وهي ظروف حالة عدم التأكد انه بيبقى متخذ القرار بيبقى في حالة ان هو ما يعرفش مش متأكد من اي بديل ويقصد بان القدرة تبقى تتنبأ في اتخاذ القرار لان المتخذ القرار هنا ما يقدرش انه حدد احتمالات يعني ما نيجي نقول له والله هو عنده السلعة اي او بي او سي طب احتمال ده تحصل ايه هو ما يعرفش يعني متخذ القرار في الحالة دي ما يقدرش يحدد اي احتمالات حدوث الاحداث المختلفة لكل بديل عشان كده بيستند متخذ القرار بيحتاج بيرجع لمجموعة من المعيير في الحالة دي هو ما عندوش احتمال ما عندوش احتمال ان ده يتحقق بنسبة ايه هو ما يعرفش فبيبتدي يحدد معيير وعندنا عسبين مثال اربع معيير معيير تعظيم اقصى العائد او تعظيم ادنى عائد او ادنى مكاسب او عدم كفاية التبرير وهنشوف طبعا مع بعض كل معيار من ده في مثال القادم ان شاء الله التمرين اللي قدامنا بيقول ان في شركة بتتعامل في السلعة سريعة التلف وان هي لا يمكن بيع اي وحدات متبقية في نهاية اليوم يعني الوحدات اللي مش هتقدر تبيعها مش هتقدر في خلال اليوم هتفضل بالنسبة لها سلعة تالف طب اذا علمت ان سعر الشراء بمية وسعر ببيع مية وخمسين معنى ده ان الربح للواحدة خمسين يعني الفرق ما بين ان انا بشتريها بمية وببيعها بمية وخمسين فانا الربح بالنسبة لي خمسين جنيه. والبدائل اللي امام الشركة قدامها ممكن يبقى الطلب اليوم على السلعة ممكن يبقى عشرين او واحد وعشرين او اتنين وعشرين او تلاتة وعشرين. وقدام الشركة دلوقتي مطلوب اللي انت تحدد الكمية اللي بتقرر اقدر الحصول عليها. في البداية عشان هنا دي حالة من حالات عدم التأكد. يعني الشركة ما تعرفش. انهي بديل ممكن يحصل. هل ممكن يبقى في طلب عشرين واحدة في اليوم? او واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين؟ هم تعرفش. في الحالة دي بيبتدي اللي انا احل البدائل اللي موجودة امامي دلوقتي عشان نعمل مصفوفة. ومن خلالها ابتدي اللي انا استخدم المعايير اللي احنا اتكلمنا عليها اللي انا المفضلة ما بين البدائل. الجدول اللي موجود امامنا كان. ابتدي ان انا اشكل الجدول اللي موجود امامنا. اللي عمود لأولاني طه وهو الطلب اللي موجود او الطلب اليومي اللي بيبقى موجود ويقصد بيها ربح الوحدة وهي الفرق ما بين سعر البيع ناقص تمنشرة وهو ربح الوحدة خمسين جنيه موجود عندي وهي الربح الضائع لعدم الوفاء بالطلب معناها ان انا يبقى عندي اه الطلب اكتر من اللي موجود عندي يعني مسلا ممكن يكون عندي انا عشرين واحدة في الشركة بس جالي طلب تلاتة وعشرين ففي الحالة دي في تلاتة من العملة مش هادر اوفلهم الطلب بتاع فده الربح ضائع هيروح علي وصاد يقصد بيها صاد في تكلفة الوحدة متوقية ازا كان بقى اللي موجود عندي الطلب اليومي اقل من اللي متاح عندي يعني انا ممكن يكون عندي اتنين وعشرين بس الطلب جالي عشرين لو انا عندي اتنين وعشرين واحدة بس الطلب جالي عشرين ففي الحالة دي في اتنين واحدة هيبضلوا موجودين عندي هنا ده العمود صاد وهو صاد في تكلفة الوحدة المتبقية امن الشراء. وده هيروح عليها خسارة. والعمود الاخير عين وهو العائد وهو عبارة عن ناتج العمود ربح الوحدة اللي هو ح زائد ضاد اللي هو ربح الضائع زائد صاد وصافة تكلفة الوحدة المتبقية. وعايزين نركز على ان العمود التاني اللي هو الربح الضائع لعدم الوفاق بالطلب اللي هو ضاد وصاد اللي هو تكلفة الوحدة المتبقية. الاتنين دول دايما الرقم هيبقى السلب اللي هو دي خسارة ضيع عن الشركة. فهنبطرد نعمل البدائي اللي متاحة امامنا في شكل الجداول الموجودة اربع بدائي الموجودة. البديل الاولاني ان انا يكون عندي عشرين واحدة. طب ازا كان عندي عشرين واحدة في المنشأة. طب وكان الطلب بالنسبة لي اول خانة اللي هو على العشرين. لو جالي طلب عشرين واحدة. ففي الحالة دي ايه? في الحالة دي انا عندي عشرين وجالي طلب عشرين فما عنديش مشكلة. يبقى انها بيع الاغشرين يبقى ربقة عشرين واحدة في مكسب خمسين جنيل الوحدة يبقى بالتالي كده ما عنديش ربح ضائع ولا صاف تكلفة فبالتالي العمود الاخير وهي عين اللي هو العائد بيساوي الالف لانه الف زائد سفر زائد سفر طيب في حالة ان الطلب هيكون واحد وعشرين واحدة في حالة ان الطلب هيكون واحد وعشرين نراحز ايه بقى في الحالة دي? نراحز ان انا اصلا ما عنديش الله وت table Ti, عشرين فمش هبيع لالعشرين فالربح اللي هيجيلي عشرين في خمسين بالف. طيب هل هيجيلي ربح ضائع اه? لان في عميل واحد اللي هو بعد العشرين اللي هو رقم واحد وعشرين ده. ده بالنسبة لي ما قدرتش اوفر المنتج. فده ربح ضائع بالنسبة لي. يبقى الواحد في خمسين بسالب خمسين. زي ما احنا قلنا العمود. الربح ضائع وصف تكلفة هيبقى بالسالب. للنخصار. طب هل عندي وحدات متبقية بالعكس معنديش واحدة متبقية خالص. ليه؟ لان انا اللي عندي دا انا عندي الطلب عندي بالزيادة. ده بالطلب بالزيادة فللتالي دا انا عندي ربح ضائع. طيب. يبقى عمود العائد بالنسبة لي هيبقى الف نقص خمسين في تسات emotion خمسين. طب ازا كان الطلب اتنين وعشرين نفس الفكرة لو الطلب اتنين وعشرين معناها انا مش هبيع على القل العشرين واحدة. عشرين في خمسين ربح الف. طب الربح بالنسبة ليه? فيه الاتنين وعشرين لهم الاتنين الزيادة دول مش هقدر اوفر لهم الخدمة يبقى اتنين في الربح الضائع خمسين يبقى بسالب مية طبعا ما عنديش وحدات متبقية. ويبقى العمود الاخير اللي عائد يبقى الف نقص مية بتسعمية. طب لازا كانت تلاتة وعشرين يبقى انا مش هقدر ابيع على العشرين. عشرين في خمسين. في تلاتة ربح ضائع تلاتة في خمسين بسالب مية وخمسين طبعا بالنسبة لصف وتكلفة واحدة متبقية. ونلاحظ هنا ان دايما هتلاقي ان اه لو الربح الضائع موجود في رقم ما ينفعش يبقى موجود في تكلفة الواحدة المتبقية. ان انت اما مش هتقدر توفر منتج العميلة اما انت هيبقى عندك وحدات متبقية. يعني هيبقى عندك الخسار من يدي يدي. طيب. ده الحلة الاولانية البديل الاولاني. طب نشوف البديل التاني مسلا على احتمال ان احنا يبقى الطلب عندنا واحد وعشرين واحدة. لو الطلب عندنا واحد وعشرين. لو احنا عندنا واحد وعشرين. والطلب موجود عندما وحده يبقى انا هبيئة طلب. الطلب بالنسبة لي الربح квشوين في خمسين بالف. طب عندي ربح ضائع ما عنديش. ده بالعكس. ده انا عندي في الخانة اللي هي اللي فاضيه دي. دي مكان هيبقى سالب مية. تكلفة وحدة متبقية. لان انا عندي معي واحد وعشرين والطلب جالي عشرين. بقى في واحدة متبقية بسالب مية. يبقى الف زائد سفر ونقص مية حيطلع تسعمية العائد. طب ازا كان اللي عندي واحد وعشرين والطلب جالي واحد وعشرين. انا مش هبيع للواحد وعشرين. يبقى واحد وعشرين في خمسين بألف وخمسين. ما عنديش ربح ضائع. بس عندي موحدات متبقية. ما عنديش برضو وحدات متبقية ولا عندي ربح ضائع. لان انا عندي واحد وعشرين وبقى وجالي طلب واحد وعشرين. فبالتالي العائد هيكون الف وخمسين. طب ازا كان العائد البديل الموجود عندي عنده واحد معي واحد وعشرين وجالي طلب اتنين وعشرين واحدة. لو جالي طلب اتنين وعشرين انا مش هقدر اوفر الواحد وعشرين واحد وعشرين في خمسين بألف وخمسين. طب عندي ربح ضائع اه في واحد لان انا عندي واحد وعشرين وفي جالي طلب اتنين وعشرين بقى في واحد عميل ما قادرتش انا نوفره لخدمة. يبقى الواحد ده جالي ربح ضائع واقع في خمسين بسالف خمسين. طب العمود تكلفة الواحدة مطبقة ما عنديش يبقى الف وخمسين مقص خمسين هيطلع الف. طيب البديل الاخير وهو لو جاء لي الطلب تلاتة وعشرين. انا عندي معي واحد وعشرين والطلب جاء لي تلاتة وعشرين مش هقدر رعبية الا الواحد وعشرين. فبالنسبة للعمود بتاع الربح واحد وعشرين في خمسين بألف وخمسين. طب عند ربح ضائع اه وحدتين. والوحدة فيها مكسب خمسين يبقى اتنين في خمسين بسلب مية. وما عنديش وحدات متبقية يبقى الف وخمسين نقص مية زيت سفر بتسعمية وخمسين. نفس الفكرة برضو للبديل التاني وهو لو احتمال عندي اتنين وعشرين واحدة. وهنشوف مع بعض برضو احتمال لو عندي تلاتة وعشرين. لو اخر جدوى. طيب لو عندي مسلا تلاتة وعشرين واحدة. والطلب بتاعي عشرين. في الحالة دي انا مش هقدر بي. على العشرين الطلب بتوعي. اللي هو الطلب. فالربح بالنسبة لعشرين في خمسين بالف. ما عنديش ربح ده بالعكس. ده انا عندي وحدات متبقية. تلت واحدات. قاعدين معايا ما باعتهمش. تلت وعدات والوحدة كانت بقى مية يبقى تلاتة في مية بلتلتمية مية بس بالسالب يبقى lumière سلتمية بسبعمية. طيب اذا كان بقى الطلب بالنسبة لواحد وعشرين. يبقى انا هبيعة الواحد وعشرين انا عندي تلاتة وعشرين يبقى الواحد وعشرين ان انا هبيعهم في خمسين بألف وخمسين ما عنديش ربح ضائع. بس عندي وحدتين متبقيتين. اتنين في المية. تمنى الوحدة يبقى سالبっين. يبقى بالنسبة لي. انا معي تلاتة وعشرين. وجالي طلب اتنين وعشرين. هبيع لي تنين وعشرين. اتنين وعشرين في خمسين بألف ومية. طب في ربح ضائع ما عنديش ربح ضائع خطس. طب عند وحدات متوقية اه عند وحدة وحدات متوقية. يبقى بسالب مية. يبقى الف ومية نقص مية بالف. طب لو عندي بقى اللي موجود متاح بالنسبة لي تلاتة وعشرين. والطلب بالنسبة لي تلاتة وعشرين. في الحالة دي انا هبيع لتلاتة وعشرين كلهم. تلاتة وعشرين في خمسين بألف مية وخمسين. ونشوف هنا ما عنديش ولا ربح باقي ولا عندي وحدات مطبقية. فبالتالي العقد كله الف مية وخمسين. بعد ما بعمل المصفوفة دي ببتدي اللي انا اخد العمود الاخير اللي موجود في كل بديل اللي هو العمود العقد للبديل الاول والتاني والتالت والرابع. واعمل بيه مصفوفة زي الشكل التالي. طبعا الشكل اللي موجود قدامنا في الاول ده فوق ده مصفوفة العقد. المصفوفة موجودة. ده ابتدي اللي انا ابتدي اللي انا ارتب البدائل اللي موجودة بشكل افقي. يعني هاخد البديل الاولاني العمود العائد بتاعه اللي هو الالف تسعمائة وخمسين تسعمائة وخمسين واكتبهم بشكل افقي. والتالي برضو البديل التاني والتالت والرابع. وهنا يبقى انا عملت المصفوفة. بعد ما بعمل المصفوفة بالنسبة لي بقى ببتدي اللي انا استخدم بقى المعيير المفاضلة ما بين البدائل المتاح عشان اتخذ القرار. فاول معيار موجود عندي وهو بانوان تحديد اقصى عائد لكل بديل. ازاي بعمله? اقصى عائد لكل بديل. ببتدي لنا اخد اكبر رقم موجود في كل صف. زي ما موجود قدامنا. وبعد كده بعمل عمود اخير اسمه اقصى عائد. وابتدي لنا من اكبر رقم لكل صف. اعمل العمود ده واختار اكبرهم. يعني على سبيل المثال. الصف الاولاني في الف وتسعمائة وخمسين وتسعمية وتمنمية وخمسين. يبقى بالنسبة لي اكبر رقم موجود فيه. اكبر رقم هو موجود فيه بالنسبة لي الالف. طيب. اه العمود اه الصف التاني. في تسعمية والف وخمسين والف وتسعمائة وخمسين. اكبر رقم هو الالف وخمسين. الصف التالت اكبر رقم موجود بالنسبة لي في تمنمية وتسعمائة وخمسين والف ومية والف وخمسين. اكبر رقم هو الالف ومية. الصف التالت في سبع بية وتونمية وخمسين والف والف ومية وخمسين. اكبر رقم هو الالف مئة وخمسين. يبقى انا كده جبت اكبر رقم في كل صف هكتر اكبرهم. هو اكبر رقم فيهم من الالف مئة وخمسين يبقى الطلب اللي تطلبه الشركة تلاتة وعشرين واحدة. ده بالنسبة لتحديد اقصى عائد لكل بديل. طيب. المطلوب التاني وهو تحديد معيار العائد الاعلى هي نفس الفكرة. ببتدل لنا هنا في الحالة التانية هنا زي في الجدول اللي هيبقى قدامنا ببتدل لنا اختار في الجدول التالي يعني. اختار اقل رقم في كل صف واختار اكبر. في الجدول هنا في المطلوب التاني باختار اقل رقم في كل صف. اقل رقم في الصف الاولاني هو تمنمية وخمسين. وفي الصف التاني هو تسعمية. وفي الصف التالت هو تمنمية. وفي الصف التالت هو سبعمية. واختار اكبرهم هي تسعمية يبقى بالنسبة لتسعمية. المقابل ليه هو واحد وعشرين. يبقى انا هطلب واحد وعشرين واحدة. المطلوب التالت هو تطبيق معيار العائد الاقل. في الحالة دي ببتدي اللي انا امشي اشوف كل عمود. واشوف اكبر رقم في كل عمود واصغرهم واطرح الاتنين من بعض. فمسلا في العمود الاولاني اكبر رقم الف واصغرهم سبعمية الفرق ما بينهم تلتمية. ده يتحط في رقم الاولاني. العمود التاني اكبر رقم بالنسبة لي الف وخمسين واقل رقم تونمية وخمسين الفرق ما بينهم متين. وبرضو في العمود الاتنين وعشرين اكبر رقم موجود الف ومية وقال لوم تسعمية يبقى الفارق امتين والعمود التالت اكبر رقم الف مئة وخمسية وقال لوم امية وخمسين فارق تل accomplishment وابتلا دي انا اختار اقل رقم متاح بالنسبة لا هو المتين المتين فاختار واحد وعشرين اخر بديل وهتطبيق معيار عدم الكفاية عدم الكفاية هنا نلاحظ عندنا معيار عدم الكفاية فبنعمل مصفوفة انا عند اربع احتمالات يبقى واحد على الاربع احتملات يبقى خمسة عشر من في المية. يبقى خمسة وعشرين في المية ده الاحتمال لكل بديل. فهمسك كل صف هيبقى موجود. يبقى الصف الاولاني هاخد الالف في خمسة وعشرين في المية زائد تسعمائة وخمسين في خمسة وعشرين في المية زائد تسعمائة في خمسة وعشرين في المية زائد تمنمية وخمسين في خمسة وعشرين في المية. هيطلع تسعمائة وخمسة وعشرين. هعمل كده في كل صف. كل رقم يتضرب في خمسة وعشرين في المية. يعني في الصف التالت على سبيل المثال تمنمية في خمسة وعشرين في المية زائد تسعمية وخمسين في خمسة وعشرين في المية زائد الف ومية في خمسة وعشرين في المية زائد الف وخمسين في خمسة وعشرين في المية هيطلع تسعمية وخمسة وعين. فهياخد الرقم الناتج اللي بيطلع في اخر صفة ده موجود واختار اكبرهم. فاكبر رقم موجود عندي بالنسبة لي هو تسعمية خمسة وسبعين. فهلنلاحظ هنا تسعمية خاصة ايه موجودة في طلب واحد وعشرين واتون وعشرين بس هنا هختار الواحد وعشرين. افضل. وبكده يكون انت هنا من الفصل التاني.